أصلاً الجامعة دي كانت أحلى وقت في حياتي أحلى وقت في حياتي آه يعني كنت بغني وبرقص وبذاكر آه يعني 20% بتذاكر ورحلات أقولك بقى أنك كنت بتذاكر أعمل لك فضايا بتذاكر يعني إيشان له قصص إيشان بيذاكر إيشان قبل الامتحان يجي يقولك عندي بيبر عندي الحيني عندي بيبر فاكر فاكر الفاكر العربي أيها فاكر اللي أنا عملتها وطولك عن واحد تاني فاكر قالك إيه عندي عندي بيبر عربي إحنا كنا بنعمل بحوث بقى جامعة أمريكية وكذا فنعمل بحث بقى فعاديين بقى إيه فمين بتاعت اللغة العربية لميس كل واحد كان متخصص فبقى لميس كتبت بيبر مش فاكرة كان قالك إيه نجيب محفوظ وعلي قعدت بقى وصرت وكتبت البيبر بعد كده قبل 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 قال لي لميس هو الحين مطلاش نجيب محفوظ هو طلق طلق ارحم يرحم يرحم كرم عليه كرم عليه كرم عليه كده فاكركوا ده كوصات اللي كنت أخدها مع بابي أنا عايز أشكرك بس يعني أن أنت وقفتي معي في الجامعة وقفة جامدة قوي وكده وكنت الأديتور بتاعت الكارفن ويعني كنا بنحب جدا نشوف كنت بتكتبي كده وتطلعي يعني إحنا كنت بقدم إيه شام عباس أنا كنت مزيعة من أول أيامي وإيه شام عباس كان بيغني من أول أيامه كنا بنغني يا هشام كنا بنغني مصر ياما بهية مصر ياما بهية الشيخ إمام وفاجومي أحمد فؤاد نجم فاكرك كنا بنغنيها في المصرحية بتاعته في حب مصر كان كلها أغاني وتفاكر الملك هو الملك والملك هو الملك بالمزمار بالمزمار لكنا بنغني الحاجات الجمد جدا آه طوعا عملنا ثلاث مصرحيات إيشام بقى كان بيرقس فولكلور وكان بيغني وما كانش بيرخش الكلاسس خالص بس هو كان بيعمل كل حاجات التانية